طبعا كل كلمة أيها الأحبة في القرآن لها إعجاز وضعت بطريقة وبترتيب لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلي لذلك اليوم أحببت أن أتأمل معكم كلمة واحدة فقط كيف تكررت في القرآن بالنظام مذهل يقوم على الرقم سبعة نحن نعلم أن الله خلق سبع سماوات سبع أراضين طبقات الجلد سبعة طبقات الذرة سبعة أيام الأسبوع سبعة طواف سبعة أشواط إلى آخره كثير كثير جدا وكأننا أمام نظام كوني يقوم على الرقم سبعة ونظام قرآني يقوم على الرقم سبعة هناك كلمة في القرآن الكريم تتحدث عن النفخ بالصور يوم القيامة وهي كلمة نفخة هذه الكلمة الحقيقة تكررت في القرآن سبع مرات ولكن لفت انتباهي لماذا الرقم سبعة فاستخدمت طريقة صف الأرقام واكتشفت بفضل الله معجزة عظيمة جدا لا يمكن أن تكون قد جاءت عن طريق المصادفة لذلك دعوني أتأمل معكم هذا الفيديو ونكتشف معا هذه المعجزة المذهلة طبعا هذه الكلمة وردت سبع مرات في ست صور في سورة الكهف وصورة المؤمنون وياسين والزمر وقاف والحاقة وردت إذن هذه الكلمة سبع مرات والآيات أمامنا طبعا الآية الأولى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعة الآية الثانية فإذا نفخ في الصور الآية الثالثة ونفخ في الصور فإذا همنا الأجداث إلى ربهم ينسلون الآية الرابعة ونفخ في الصور خامسا ثم نفخ فيه أخرى الآية السادسة ونفخ في الصور الآية السابعة فإذا نفخ في الصور نحن أمام ست صور كلمة تكررت سبع مرات في ست صور أرقام هذه الصور هي 18 23 36 39 50 هذا العدد أيها الأحبة يقبل القسم على سبع أربع مرات إذن العدد الناتج من صف أرقام هذه الصور 18 23 36 39 59 هذا العدد الضخم يقبل القسم على سبع أربع مرات متتالية إذن أرقام الصور الستة التي وردت فيها كلمة نفخة تشكل عددا من خلال صفها من دون جمعها فقط نصف الأرقام نجد عددا يقبل القسم على سبع أربع مرات سبحان الله والعجيب أن الناتج عن عمليات القسمة هذه هو عدد أيضا إذا قمنا بجمع أرقامه نجد العدد تسعة وأربعين أي سبعة في سبعة كذلك مقلوب الناتج له تناسق سباع مذهل فالناتج النهائي كما نرى أمامنا إذا قمنا بعكسه أو بقلبه يتشكل لدينا عدد هو 812.974.1982 كما نرى أمامنا يقبل القسمة أيضا على سبعة أربع مرات متتالية سبحان الله إذن العدد الذي يمثل أرقام السور الستة التي وردت فيها كلمة نفخة يقبل القسمة على سبع أربع مرات والعدد الذي يمثل ناتج القسمة أيضا يقبل القسمة على سبع معكوسه يقبل القسمة على سبع أربع مرات كذلك حتى لو أخذنا النواتج الأربعة وقمنا بجمع أرقامها أيضا سوف نجد عددا يقبل القسمة على سبع أربع مرات دائما لدينا عمليات قسمة متتالية على الرقم سبعة إذن النتيجة أن هذا العدد يقبل القسمة على سبع أربع مرات متتالية فإذا أخذنا هذه النواتج الأربعة نواتج القسمة الأربعة وقمنا بجمع الأرقام المفردة نجد لدينا عدد 43, 37, 31, 25 هذه الأرقام المفردة أيها الأحبة إذا قمنا بصفها يعني وضعنا العدد 43 ثم 37 ثم 31 ثم 25 وهي مجموع الأرقام المفردة لنواتج القسمة سوف يتشكل لدينا عدد كما نرى أمامنا هذا العدد هو 25.313.743 هذا العدد أيضا يقبل القسمة على سبع أربع مرات متتالية سبحان الله إذن أرقام السور تقبل القسمة على سبع أربع مرات متتالية ناتج القسمة النهائي عندما نقوم بعكسه أو بقلبه أيضا يقبل القسمة على سبع أربع مرات وحتى لو قمنا بجمع أرقامه المفردة أو المفردة نجد العدد 7 في 7 أي 49 وحتى لو أخذنا نواتج القسمة النهائية وقمنا بصفها سوف نجد عددا أيضا ضخما يقبل القسمة على سبع أربع مرات أيها الأحبة إن احتمال المصادفة في هذا النظام شبه معدوم يعني نحن أمام أربع عمليات قسمة على سبع أولا ثم إذا قلبنا الرقم لأن الله تعالى يقول ثم نفخ فيه أخرى يعني هناك نفختين متعاكستين نفخة تموت فيها الكائنات ونفخة يحيي الله بها أو يبعث المخلوقات وبالتالي عندما نقلب هذا الرقم نجد أن لدينا عددا يقبل القسمة على سبع أربع مرات ونواتج القسمة عندما نقوم بجمع أرقامها المفردة وصف هذه النتائج نحصل على رقم جديد ضخم يقبل القسمة على سبع أربع مرات نسأل الله أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية والرقمية وطبعا هذه النتائج الأحبة ما يتعلق بالإعجاز الرقمي موجودة على موقع الإعجاز العلمي الموقع الخاص بنا يستطيع أي إنسان أن يطلع عليها وبخاصة من خلال كتاب إشراقات الرقم السبعة الذي يحوي مئات الحقائق الرقمية السباعية التي تثبت يقينا أن هذا القرآن ليس كلام بشر بل تثبت أنه لا يمكن لأحد أن يأتي ولو بمثل سورة كما قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وأخيرا أيها الأحبة نسأل الله تعالى في نهاية هذا اللقاء أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا